بعد احتجاجات شعبية استمرت لأشهر في السودان وأدت إلى عزل وسجن الرئيس السابق عمر البشير دخلت البلاد مرحلة جديدة إثرى تشكيل مجلس حكومي جديد بقيادة عبدالله حمدوك مكون من ثمانية عشر وزيرا من ضمنهم أربع نساء من بينهن أسماء عبدالله التي أصبحت أول امرأة سودانية تتولى وزارة الخارجية الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد خلال فترة انتقالية مدتها تصل إلى تسعة وثلاثين شهرا يعلق عليها السودانيون آملا كبيرة على قرارات الوزراء الجدد توصل البلاد إلى بر الأمان قبل الانتقال نحو نظام مدني تحديات كثيرة في انتظار الحكومة لمناقشتها والتوصل إلى حلول بشأنها من أبرز القضايا المطروحة هناك ملف رفع السودان من لائحة الإرهاب بعد أن أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمتها للدول التي ترعى الإرهاب في العام 1993 فواشنطن اتهمت السودان بأنه يسمح باستخدام أراضيه ملجأ للذين تصنفهم بأنهم إرهابيون وتوفير ملاذات آمنة لهم وفعلا بدأ رئيس الوزراء السوداني الجديد منذ توليه المنصب إجراء حوارات ومناقشات مع واشنطن للعمل على هذا الملف العالق منذ أكثر من 26 عاما هناك أيضا ملف السلام ويتمثل الأمر في إبرام اتفاقات ووضع حد للنزاعات بين السلطة والجماعات المسلحة في كل من دارفور ومنطقتين جنوب كاردفان والنيل الأزرق الحكومة الجديدة عليها قيادة حوار مع مختلف الفصائل حتى يتم تجاوز مرحلة الجماعات المسلحة فهذه المجموعات شنت حروبا استمرت لأعوام ضد القوات الحكومية في عدة مناطق مهمشة قتل فيها الألاف ونزح بسببها الملايين تحدي آخر ينتظر الحكومة الجديدة وهو إنعاش اقتصاد السودان الذي طالته عقوبات اقتصادية وتجارية فردتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض منذ العام 1997 الأمر الذي أثقل كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير إثر تأخر النمو الاقتصادي وعدم جذب المستثمرين الأجانب وبالتالي وقوع خسائر اقتصادية كبيرة بلغت مليارات الدولارات إضافة إلى الإرهاب والسلام والاقتصاد سيتعين على الحكومة السودانية الجديدة العمل على تحقيق سياسة خارجية أكثر انسجاما مع البحيط العربي والابتعاد عن بعض القوى والمحاور التي كان يقصدها الرئيس السابق عمر البشير والتي جلبت للبلاد إشكاليات كثيرة في الداخل والخارج ترجمة نانسي قنقر